اهلا بكم هل يكرر الاهلي في المغرب ما فعلاه في تونس 2006 في تونس الاهلي كان في 2006 متعادل مع السفاقس التونسي واحد واحد خلاص يكفي السفاقس التونسي كام اتعادل صفر صفر ونجح السفاقس التونسي انه يتعادل مع الاهلي صفر صفر حتى الدقيقة 93 كرة جت على رجل اللاعب الكبير ابو تريكا في اخر ثانية في المباراة ابو تريكا راح رزحها في الجول جمهور التونسي كان قاعد في الاستاد في تونس منتظر انه هو يبدأ يحتفل بفوز فريق السفاقس التونسي لكن ابو تريكا خطف البطولة ده نفس السيناريو اللي هو الشوط الاول اللي انتهى النهاردة الاهلي تعادل مع الوداد المغربي واحد واحد الماتش كمان اسبوع يوم الاحد القادم بازلا مش بكر طبعا الاسبوع القادم ننتظر ان يفعل الاهلي هذا الاهلي فريق بطولات فريق معجزات مش بقولي الكلام ده والله علشان انا اهلاوي بس ده الواقع ده الواقع الاهلي لسه مطلع فريقين من تونس من دولة واحدة يعني حتى يصل الى النهائي الجني الاول لما جي النهاردة في الدقيقة الاولى كان فيه احساس عام النهاردة عنده كل مشجيع الاهلي ان الاهلي حيكرر مع الوداد المغربي ما فعله بالنجم السحيل التونسي الاسبوع الماضي لكن اثبت الوداد المغربي ان هو فريق للامانة قوي دفاع قوي وحارس مرمى جيد جدا لكن خلونا ننتظر ان شاء الله الاسبوع القادم ونأمل من قلب بقى اهلاوي ومصراوي والمصر فندي ان نحتفل الاسبوع القادم ان شاء الله بفوز الاهلي ببطولة ابطال الدوري اه لافريقيا من شهرين تقريبا او تلات شهور عملنا فقرة في البرنامج اسمها هموم الناس هموم الناس الفكرة جات لفريق المصر فندي بقنا نلاحظ كل يوم والتاني لما نيجي القناة نلاقي جوابات كتيرة جاية للبرنامج مطالب بسيطة ليه السادة المواطنين اللي فقط بطاقة التموين اللي عايز يطلحها اللي عايزها تتنقل من مدرسة لمدرسة طب احنا هنحلها ازاي هناخد الجوابات ونعدي ع السادة المسؤولين ازاي فقلنا هنعمل فقرة اسبوعية اسمها هموم الناس الفقرة دي بنخصص لها في حدود من 13 ل 15 ديئة اسبوعية الودي ودي طبعا ان انا نخليها فقرة يومية بس ظروف واحداث البلد والكلام ده المعنى اللي احنا كنا عايزين نبعاته من فقرة هموم الناس ايه نبعات رسالة لكل مسؤول في مصر وتحديدا وزارات الخدمات ان مش معقولة مشاكل الناس يتم حلاها عبر التليفون برنامج لسبب بسيط احنا بنحط اربع تليفونات على الشاشة التليفونات من كتر ضغط اتصالات السادة المواطنين بتفصل بتقع بتفصل الكل عايز يتصل وينقل شكوته لكن الناس او السادة المواطنين اللي عندهم هموم وما قدروش يوصلوا للبرنامج هو البرنامج ده هو الحكومة الاجابة لا ده نافذة بين المواطن وبين اجهزة الدولة النهاردة انا ببدأ برنامجي بعنوان مهم جدا من يسمع الناس وهمومهم في مصر مين اللي بيسمحهم هو انا ليه كمواطن اضطر اصهر بالليل لو عندي شغل ستة الصبح علشان اتصل بالمصر فاندي ليه مش انا من حقي كمواطن اتصل بالوزارة اللي انا عاوز اتواصل معاها مش من حقي اكلم مكتب الخدمات بوزارة التموين واقول لهم انا بطاقة التموين مفقودة او عندي بدل تالف بقالي سنة مش عارف اجيبها مش من حقي كمدرسة قعدة وتنقلت بني سويف عايزة انقل جنب جوزي هنا في القاهرة مش من حقي اتواصل ولاقي حد مسئول في وزارة تربية والتعليم يرد علي مش من حقي كصاحب معاش بقالي اكتر من سنة مخدتش المعاش بتاعي مش من حقي ان انا احصل على معاشي وده حقي وتواصل مع المسئولين في هيئة المعاشات مش من حقي كمعاق لو انا لي قانونا نسبة الخمسة في المية اقدم طلبي للسيد المحافظ ويتم الموفع عليه من غير مروح للمصر فاندي مش من حقي كمواطن لو انا مريض وعايز اتعالج وما عنديش نفقة علاج ان انا اتواصل مع المسئولين في مجلس الوزراء مباشرة فيين تليفونات خدمات المواطنين في كل وزارة وهيئة في مصر ليه ابواب المسئولين مقفولة في وشوش المواطنين اقصد انها مقفولة بالفعل مش ان انت تفتح للمكتب والسيد المسئول الفلاني سواء وزير او محافظ يخصص يوما اسبوعيا لاستقبال السادة المواطنين يا سيدي مش عايزك انت اللي بيت بس عندك لجنة حقيقية بتاخد طلبات الناس وهمومها وبتحاول تحلها حلول ناجزة مش بتاخدها وترميها في شكاوى لا تزال متواصلة ومستمرة نقل تلميز من مدرسة لمدرسة ليه ملاقيش اتصال او لقي تليفون انا النهاردة بناشد السيد رئيس الوزراء ارجوكم اسمعوا الناس في بلدنا ارجوكم الناس بلغ بيها الدي حد غير عادي بالمناسبة الناس متضيئة الناس مضغوطة عصبيا ونفسيا من حق كمواطن انت كمسئول جاي تخدمني كمواطن من حق كمواطن ان انا ارفع عليك السماعة وزورك في مكتبك وتلبيلي لو ليه حق الدهوني انت مش بتمن علي انت لا تمن علي انت برتبك اللي بتاخده ده بتاخده من جيبي لان انا انا اللي دافع الضرايب لكن هروح اتسول لنائب في البرلمان او لاعلامي او لصحفي عوزو بالله ليه يا اخي لماذا نفعل هذا بالمواطنين همو من ناس كتير اوي همو من ناس فوق الوصف انا كاعلام النهاردة باشكو باشكو بلسان حال كل مواطن تواصل معايا انا عاجز انا عاجز انا مش الحكومة انا كم التليفونات اليومية غير عادية كم الرسائل غير عادية رسائل على الموبايل رسائل على الواتساب مشاكل يحلها موظف مشاكل يحلها موظف لو انت كوزير او كمسؤول كان همك فعلا خدمة المواطن كان همك ده كنت عملت لجنة حقيقية انا عايز تليفون حقيقي في كل وزارة وكل محافظة في مصر يتصل بين مواطن هديلك مثال من القطاع الخاص لو انت عميل في بنك مثلا بتتصل بتقول انا عندي شكوى الفلانية مثلا فقطت الكارت البنك بتاعي لو سمحت وقفهولي دلوقتي علشان محدش لو لقايا يوقف الخدمة فورا طب انا فقطت الكارت عايز كارت تاني لو سمحت ملينا بياناتك كذا 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 يا فاندم الكارت هيصل لحضرتك من اربع الى سبعة ايام بنتعامل مع ده ده دقطع خاص شريح التليفون محمول الفاتورة بتاعتي جاية كذا كذا غالية او بتاع او مرتفعة بتواصل مع المسؤولين في شركات المحمول ده دقطع خاص هل احنا محتاجين نخص خص خدمات المواطنين في مصر بحيث ان يتم اهتمام مش الحكومة بتقول انها عندها موظفين ملهمش شغلة ولا مشغلة تم تخصصهم لحل هموم الناس حل حقيقي والله ارجوكم ارجوكم وانتو كحكومة ومجلس معافظين وكل اجهاز في الدولة انتبهوا الى شكاوى الناس وهمومهم اوع ترموها في سلة المهملات حزاري حزاري بجد الناس عندها غضب عندها دي مش لقي حد يسمحها ولا يعبر عنها ولا يحللها مشكلتها ازاي مش دوري دا كاعلامي بالمناسبة مش دوري دا انا كمواطن اروح لاي وزير او اي مسئول واقدم الشكوى بتاعتي ولازم يتحددلي معاة لحل المشكلة البت فيها سواء بالرفضة او القبول او الانتظار او التسوية ايا كان النوع انا ما بقولكش لبي طلبات كل المواطنين بمعنى مش كل مواطن هو صاحب حق قد يلتبس عليه الامر لكن انا بقولك انت كمسئول لازم بابك يكون مفتوح الناس بتشتك كتير الناس بتشتك كتير وشكاوى الناس في ازدياد وهموم الناس اعلى مما تتصوروا انا بقول للرسالة دي لكل مسئول في البلد صغر مقامه او كبر خلوا بالكم خلوا بالكم ولازم تفتحوا الابواب بجد لازم ابواب كل مسئول دي بقى مفتوح بجد مش بهزار نهاردة انت مش عارف تقابل المحافظ في كم شكوى جتلي من اكتر من محافظة في مصر على رأسها محافظة الشرقية يعني ايه يعني احنا مش عارفين انا قابل المحافظ ولا رئيس الحي يعني ايه انا مش فاهم محدش مسئول ييجي يقول لي يعني انت عايز نشيب المصالح ولا مش عارف ايه واعد اقابل الناس ده دورك تقابل الناس دورك لو انت عملت سيستم لو عملت النظام هل رئيس شركة المحمول الفلانية ولا رئيس مجلس ادارة البنك الفلاني بيقابل كل عميل بنكي الاجابة لا بس هو عمل نظام عمل سيستم متوقع ان في مواطن هيبقى مسافر برا يفقد الكارت الاتم بتاعه فيعمله تواصل معه وارقام مختصرة ليه كل وزارة ما عندهاش رقم مختصر ليه الردود الفترة حاضر هنشوف يا فندم راجعنا بعد شهرين اللي هو طلصة طلصة طب الراجل الاسبوع اللي فات اللي كلمنا عالتليفون بيقولك انا اسطحق عندي خمس مواطنين يصرفوا الخبز طلعالي باتنين وفي مواطن عنده مفروض فرضين على البطاقة مصرف لحضاشه ايه رقم حدش يهتم من وزارة التموين ولا تواصله معنا احذروا احذروا مش عايز اكرر الكلام ده تاني مش عايز احتفظ بالحلقة دي وزحها بعد شهر اتنين سنة يا ريس يا ريس نبه على الحكومة نبه على الوزراء نبه على المحافظين لازم يتفتح الباب امام المواطنين همو من ناس يا ريس كتير قوي وكترة قوي وكترة قوي وتستحق الاهتمام والرد وكلها موضوعات صغيرة وبسيطة بسيطة يعني ايه مواطن خرج على المعاش بقاله سنة ريسه ما صاربش معاشه انا بدي لك مثال يعني ايه مواطنة قاعدة في فانسوف عايزة تيني الجنب جوزة في اكتوبر وطالع عنها ليه 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 تجدير الناس ليه ده احنا عندنا فردك فرقة كعب بنا وبين الامارات عمل وزارة للسعادة احنا مش عايزين ده انا عايز وزارة لحل مشاكل الناس بس كده لو نعملها هيئة نعملها لو نعملها هيئة نعملها لكن ما ينفعش المواطن يا ولده يصحى امال يدور على تليفون المزيع الفلاني والصحف الفلاني والنائب الفلاني ده احنا بنلاقي ناس بيقفوا قدام ابواب مدينة الانتاج الاعلامي بالسعاد في الحر وفي البرد والله العظيم حرام ده نعمل مكتب هنا امام مدينة الانتاج الاعلامي اتصرفوا بقى مكتب تابع لمجلس الوزراء مكتب في كل وزارة مكتب في كل محافظة مكتب في كل هيئة شغلوا اللي ما بيشتغلش ده احنا عندنا يامة عندنا ملايين عمالة عطلة لكن ما ينفعش ما ينفعش ان انا كمواطن اعقد ادفع الوقت الكتير والامرين واللي يبتزني واللي ياخد مني فلوس ست الغلبانة دي مثلا اللي عايزة تتعالج ولا اللي بتقطي التموين بتاعتها راحت لا ليه ليه بجد ليه اقدر حياة الناس يعني شوف على قدر المشروعات الكبيرة اللي بتتعمل واللي مفروض نحتفي بيها على قدر ممكن مواطن وانت جاي النهاردة تتكلم على مشروع كبير مثلا تلاقي مواطن او مواطنة بتبكي برا امامك على باب المدينة عايز تيجي تسرخ بصوتها والله فيه ناس ييجي قولك انا واقف بستنيك بالسبع ساعات بس ما شفتكش وانت داخل او توقعت ان انت هتيجي اربع العصر فجيت لك من اربع العصر مش بيدي حاجة مش بيدي حاجة يعني انا بسمعكم بحاول اتواصل مع السادة المسئولين في بعض الوزرات من اكثر الناس تواصولا معايا لازم اذكر بالخير الاساتيزة قلفة السلامي مكتب وزير التضمن الاجتماعي هاني يونس وزارة الاسكان احمد خيري وزارة التربية والتعليم بكلمة جت مقدم محمد عوني من الدخلي اللي هو طريق عطية من الدخلي لو عندنا مشاكل مواطنين بنبعثها للناس بالمناسبة قبل كده كان دكتور محمد اليماني في وزارة الكهرباء لو انا اقدر بس انت هتبعد كم شكوى يعني اقتلال انت عايز فهرسة وضبط وكلام ده اه والله العظيم انا في مواطن كلمني من اسوال من حوالي 6 شهور او 4 اه تقريبا على دخلة العيد السواية بقول لنا انا قاعد في البيت ومعايا 3 ايال وكنت باشتغل في السياحة انا مش لاقي اكل مش لاقي اكل وروح تقدم في تكافل وكرامة قالوا لي لسه قدامك وقت وانا دخل علي العيد والله كده بالنص الراجل بكى بلهجة الاسوانيين الطيبة دي قلتله طيب حالا رحت مكلم دكتورة غادة والي دكتورة غادة المواطن الفلاني كذا كذا وده ظروفه كذا كذا كلمت مكتب التضمن في اسوال فراح متواصل مع المواطن ده فكلمته بعديا لقيته هو بيكلم بقول له اشكرك الله يكرمك مكتب التضمن اتصل بيا وصرفلي 500 جنيه هللت بفروض ان انت تلم كل شكوى الناس دي وتكلم وزارة التضامن علشان تصرف تخيل مبلغ بسيط قوي 500 جنيه بس فرحو يعني طب ده قدر يجيب تليفونه ويتواصل بالمناسبة انا لا اخجل على الاطلاق ان انا اكلم اي مسؤول في مصر في اي طلب لمواطن بالمناسبة واعد زين والمسؤولين لو شايفين دلوقتي عارفين ده طبعي انا بحكي لك على هوا اهو حدثة بالصدفة يعني دكتورة غادة والي اتصر ونبي شوف للمواطن ده فلاني وده تليفونه وتواصله معاه ومن اول ما بصح الصبح واتسبق لكل الوزارات ده عايز كذا وده عايز كذا في دكتورة نعام في مجلس الوزراء واستاذ هلال ايضا في مركز المعلومات بمجلس الوزراء بيحلوا لي مشاكل لعلاج على نفقة الدولة لبعض السادة المواطنين يعني بس انا بعمل اللي بقدر عليه وانا النهاردة بشتكي بعد سنة من وجودي في القاهرة والناس انا ما اقدرش لان انا كمان بقيت بتعرض لضغط عصبي ونفسي غير عادي ما انت كل مشكلة انت بتنقلها لي انا بتعاطف معاك انا بتحملها نفسيا مش قادر عاجز هي القصة مش 200-500 جنيه هقولك اتفضل وارجو ان تتقبل ده مني ده الاف الاف عرضشوا على التلفزيون وانا في النهاية فرد انا عاجز عن فعل اي شيء وباعتذر لحضراتكم انا اقصى حاجة باعملها انا ببعث للمسؤولين وبجد حضراتكم بتتواصلوا معايا تاني بقول لكم طب اعمل ايه انا بوصل لسلطك المسؤول بس انا ما عنديش اه قدرة انا ما عنديش سلطة ان انا حللك فوري يعني مكتب التضامن لما تواصل مع هذا المواطن في اسوان ده بناء على اتصال تلفوني من وزير التضامن لكن انا ما انفعش اتصل به واقول له اصرف كذا انتو فاهمين انا ارجو واكرر الرجاء قبل ما نهي ما بتحدث عنه اليوم انا اتكلمت النهاردة بسبب حجم الضغط النفسي والعصبي اللي انا بتعرض ليه كاعلامي على مداري اليوم بسبب تواصل السادة المواطنين اخواتي واهلي وناسي وابوي وامي وصحابي وقريب كلكو على الراس انا لا اشتكي لا اشتكي تواصله معايا وابعته بس عايز ابعت له كرسالة انا مش الدولة انا مش الحكومة ولا انا اسف بستخلي ده ارشح نفس المجلس النواب ولا خاص وكل شكوى بالجيل انا مش معرضة في البرنامج وعندي تلال من الجوابات لسه فيه بريد تخيل ناس بعتها لك شكوى من كل محافظات مصر نفس حيل بس انا مش رئيس الوزراء هل هاخد الجوابات دي في يوم وعد على مكتب السيد رئيس الوزراء شريف اسماعيل اقول له دول مواطنيك ورعاياك خد احله خد احله وهبعت لك كل الشكوى اللي بيجيلي كم لا نهائي يا اخوانا كم لا نهائي ده ده انا بس اكيد ده بيحدث مع كل زميل في الراديو والتلفزيون والصحافة بس لو ده اللي بيحصل معايا وبيحصل مع البقين بالشكل ده لا يبقى فيه فيه ازمة حقيقية في مصر اسمها هموم الناس هموم الناس ده رباه مطلوب من ادارة القناة يبقى فيه بقى يوم خاص اسمه هموم الناس الناس تخش الناس تخش وتتكلم وتعبر عن مشاكلها وهمومها انا برنامجي كله انا بطلع لكم كم تسعين دقيقة ساعتين وفيه فواصل نص ساعة عندي فقر الضيف وكم خبر بالنقش وما عدركه بحاول معدارة القناة طب نخلي هموم الناس دي يوميا ماهو صعب ما عندنا حاجات كتيرة الهموم بالمناسبة مش فاق فيه مشاكل فيه مستثمرين تواصلوا هنا قالوا الابواب بتاعت الحكومة مش مفتوحة لنا تخيل انا النهاردة صحفي كبير بالاهرام صحفي كبير بالاهرام بتتصل معاي بيقول لي فيه مشكلة لدى عدد من المستثمرين في قطاع الاسكان عايزين يقابلوا حضرتك قلتلهم يقابلوني ليه بعتلي المشكلة لا قالوا لي عايزين نشرحها لك فيه مشاكل وفيه فساد اتقل كده بالنص قلتلهم طب انا هبلغ وستاذ حسن رئيس تحرير لا عايزين يعودوا معاك ويعرضوا الورق عشان تقتنع بقضيته وميطلعوا معاك في البرنامج المعنى ايه ان اللي بيكلمني مش مواطن بسيط وبس اللي بيدور على نقل بنته ولا اللي تتنقل جنب جزهة ولا المعاش ولا الكلام ده لا ده شكاوى بقت كتيرة جدا على الحكومة ان تلتفت على الحكومة ان تلتفت اهتم بالكلام ده الكلام ده خطير الكلام ده مساه اوعي تعديه ممكن تبقى انت فوق في قمة الجبل عاملة شغل عظيم وموظف تحت زهرات يوقع لك الجبل بلا عليه تخيال لحظة غضب من مواطن ليه ليه علشان ايه بقدكوا تفرجوا اموم الناس وتحلوها ايه المشكلة ايه المشكلة مفروض العمل فيه الوزارات والمحافظين والخدمات والكلام ده ده عام اسمه مغرم مش مغنم هو ده اللي انا عرفه صح ولا غلط اتمنى اتمنى كون الرسالة وصلت للسادة المسؤولين في مصر كلهم في موقعه ارجوكم افتحوا الابواب بجد بجد مش بيزار وحلو المشاكل وحلو المشاكل انا هاجف يوم هعرف كل جوابات السادة المواطنين اللي جات لينا معتفز بيها معتفز بيها واتمنى اتمنى ان فيه بقى وزارات تواصل معايا اتصلوا بيا اقولوا انتو خصصتوا ارقام ايه لحلول مشاكل الناس عايز خدمات حقيقة وعايز انجاز ومستعدة راحب بيك كوزير كمحافظ تيجي تقول انا تلقت كم شاك وحلت ايه بالبيانات اه والله كمفروض ابدأ النهاردة بالحادث مبارح الانجاز الاكثر من رائع اللي عملته وزارة الداخلية لما يمضي اكتر من اسبوع الا ونجحت قوات الشرطة في انها تثقر لستاشر شهيد مواطن مصري زيك زيه زباط وافراد الشرطة دخلية نجحت مبارح انها تقدر تصل الى الفلول الهاربة من الخلية الارهابية اللي كانت في الوحاد في الكيلو مية خمسة وثلاثين قدرت تصطدم في الكيلو مية خمسة وسبعين هربوا من اسبوع من اسبوع علشان وقوع 16 شهيد طبعا كان مأتم في مصر معايا على التليفون العميد خالد عكاشة الخبير الامني المعروف مسائل فل سيد العميد مسائل خير محمد بتحياتي بحياتي بحياتي لحضرات كل السلام مشاهدين وربط المعلومات وربط المعلومات اللي لديها هل هم بعض من فلول الخلية اللي كانت موجودة في الوحاد البحرية وهربوا أم هم مجموعة أخرى دخلت بذات النصق وبنفس المصار تقريبا اللي هو الكومون في منطقة الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد طبما بدأت من الجميزة في الوحاد البحرية لكنها ممتدة على هذا الشريط جنوبا وصولا إلى مدينة أسيود استعدادا لارتكاب عمليات إرهابية يعني بس محتاجين نحن نوضح للسادة المشاهدين فضل أن لما بتبقى في مدهمات من هذا النوع المعلومات اللي بتبقى وصفة للجهاز الأمن الوطني أو وزارة الداخلية بشكل عام أن هناك مجموعة متجمعة في المكان ده بعيدة عن العيون بتحاول أنها تكون في مكان تظن أن هي لن تصل إليها أيدي الأمن وبتتجهز في المكان ده عشان تحدد مجموعة أهداف إرهابية هتنزل تهاجمها إن كان نقطة أمنية إن كان كنيسة إن كان مكان استراتيجي إن كان نقطة حيوية بشكل أو بآخر ده الحقيقة اللي إحنا قابلناه خلال الفترة الماضية فإحنا قدام عمل أمني ربما زي ما حدك بتشير مجموعة من معلومات الدقيقة ترشيح من أو يعني تحديد من القوى الأمنية إن ربما يكون ظهير سحراوي في المحافظات طب خلينا نعكس حقاطع حضرتك ما الذي فعلته قوات الأمن أمس وصححت به الحادثة السابقة من أسبوع الحقيقة يعني هي الأجهزة الأمنية ربما كل عملية مدهمة بيكون لها سيناريو مختلف أو سيناريو مغاير لكن الدقة في تأكيد المعلومة ووضع الأمر في نصابه ووضع قدر عالي للخطر اللي ممكن أنها تجابه وهي دخل على مجموعة مسلحين والمسلحين النهاردة شفنا التطور الهائل في الإرهابيين اللي أصبح النهاردة التسليح بتاعهم تسليح عالي جدا يدخل في عداد تسليح الجيوش القذائف الصاروخية والأربجيهات والقذائف المحمولة الرشاشات السقيلة كل هذه الدرجة العالية من التسليح جعلت ربما في هذه المرة الأجهزة الأمنية كانت على درجة فائقة جدا من الاستعداد والتحسب أنها ممكن تلاقي معركة وده اللي تم الحقيقة في معركة الصيود بالأمس أكتر من ساعتين ونص في معركة مسلحة شرفة ما بين القوة المدهمة وما بين التلاتاشر عنصر انتهت بالقضاء عليهم وإحداث بعض التلافيات في إحدى مدرعات القوة لكن الحمد لله من دون أي هل كده احنا قتلنا كل أفراد الخلية من الإرهابيين هذه البقرة وهذه الخلية اعتقد بالإشارات احنا قضينا عليها بشكل كامل نعم متوقع يبقى لهم فلول كيف نستطيع أن نمنع وصول خلايا إرهابية قادمة من ليبيا عبر نفس الضروب اللي جات منها الخلية بتاعت الكيلو مية 35 أنا أظن حضرتك أن فيه من يعني بعد ساعات محدودة جدا من عملية الوحاة البحرية وصولا لعملية السيوت وامتداد أنا أشوف أنه هو هيستمر المدة الأسابية أنا بشوف أنه يكون هناك فيه عمل أمني وبهد أمني دائب ومستمر في هذه المنطقة تحديدا الظاهير الصحراوي الممتد على غرب محافظات فعيد لأنه هو الأقرب للحدود الليبية هيكون فيه شغل مكسف نتوقع ده هو ده شغال الحياة للحصاد أو خلية السيوت الأخيرة هي أول حصاد هذا العمل الأمني الممتد لأنه الحقيقة هيمتد وصولا إلى إنا وسهاج في الجنوب وهيمتد لفترة زمنية لنتقل عن شهر أو ما يزيد من التاريخ اللي احنا بنتكلم فيه بشكرك سيادة العميد خالد عكاج الخبير الأمني المعروف عدو المجلس العلى لمكافحة الإرهاب منذ ما يزيد عن شهر عرضت أن هناك شركة طيران بريطانية هي الأكبر في بريطانيا أعلنت إفلسة بل إن هناك حوالي 150 ألف مواطب بريطاني عالق فيه بقية مطارات العالم خلاص عايزين يرجعوا مفيش الشركة فلست و على الشاشة الأخبار اللي احنا كنا عرضناها منذ أكثر من شهر وقلنا أن هناك مطالبات قوية وشديدة الضغط على الحكومة البريطانية بتقول لها يا بريطانيا يا حكومة افتحوا الطيران إلى شرم الشيخ وأنا نشد السادة وزراء الخارجية والسياح ورئيس هيئة تنشيط السياح وأي جهاز معني وصفرتنا في لندن لاهتمام بهذا الملف وإن احنا ممكن خلاص نغير ونضغط ونساهم ونساعد بعودة الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ لكن لا حس ولا خبر والله كأن الواحد بينفخ في قربة مقطوعة وأحيانا مطمع إن أنا أقدم برنامج أخرج به بقى ولا المصر فاندي ولا المصر بقى شع يعني فيش اهتمام هل لو أنا قابلت أحد كده وعملنا برنامج في اللايت ولا في الفيفتي فيفتي زي ما بيقولوا الدنيا أنت بزي الفل وخلاص وادوش قلبي ليه لا اهتمام الرغم كانت فرصة ضعت شركة شركة طيران بريطانية كبيرة بتنشر إفلاسها والسبب بشكل واضح واقف الطيران إلى شرم الشيخ أنا كحكومة مصرية بعمل إيه ده أنا قلت يسافر وفد مصري برلمان ومن شركات سياحة ويروح لبريطانيا يقول له هودا أنت شركتك بتفلس والعمالة هتتفصل كبر فكك صحة جدا ده اللي بيتقال طيب والله هعمل زي السادة المواطنين هروح إلى الرئيس السيسي مباشرة خلاص بقى ما ما بقاش حد بيسمع ولا حد به الواحد بقى بيطلع زهقان بصراحة وأرفان يعني يا رئيس يا رئيس يا رئيس يوم الثلاثة اللي فات اتعمى الاجتماع بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني من حزبي العمال والمحافظين اجتماع وطلعوا بيان أنا جبت الجواب بتاع الاجتماع جالي في ناس في بريطانيا تأثرت بإغلاق أو وقف الطيران البريطاني إلى شارمشير وأقنعوا عدد من السادة السادة نواب مجلس العموم في أكبر حزبين العمال والمحافظين فاجتماعوا اجتماعوا دي مشكلة مش تتعلق بمصر تتعلق ببلدهم هم بقى في شركات هتفلس وسيحة هتبوس وراحوا مطلعين بيان قالوا هنبعتوا لزميلنا بقية زملائنا أعضاء مجلس النواب يوقع عليه علشان نطالب الحكومة بعد توقيع السادة أعضاء مجلس العموم البريطاني نطالب الحكومة البريطانية فورا بعودة الطيران ماشي كده حطوا ايه في الجواب ده جواب ممكن ترى عادي رغم ان انت ممكن تستفيد به سياسيا وسياحيا قالوا فيه ان وزارة النقل البريطانية اعترفت بان مطار شرمي الشيخ هو المطار الاكثر امانا في العالم الان اسمع الجملة دي اعضاء في مجلس العموم البريطاني بعتين جواب لزميلهم بقية اعضاء مجلس العموم انضوا على الجواب ده عشان نرفعوا الرئيس الوزراء يمضي يرجع الطيران الى شرمي الشيخ كدبين بقى سنيت فبيقولوا ازاي ما ارجعش خط الطيران لشرمي الشيخ علما بان وزارة النقل البريطانية اعترفت في مستند رسمي بان مطار شرمي الشيخ في جمهورية مصر العربية هو المطار الاكثر امانا في العالم شهادة مختومة بختم التاج البريطاني ماشي وان هناك شركات طيران اخرى زي المانيا رجعت طيرانها الى مطارات مصر وكتبوا ايضا ان احنا بناء على افلاس الشركة البريطانية اللي انا ذكرتها لكم من شوية لازم ان احنا نروح نعيد خط الطيران وجابوا بيان من وزارة الخارجية البريطانية اسمه تصنيف سلامة تصنيف سلامة لمطار شرمي الشيخ حطوا مطار شرمي الشيخ بعلمة خضرة مطار امن الكلام ده اللي وقع عليه اللورد جونسن ستيفن تيمس السير جيفري دونالدسون دول التلاتة من مجلس العموم البريطانية اللي عاوزوا من اي جهاز في الدولة المصرية يتواصل معايا ابعتلك الحاجة على الميل بالمناسبة حاجة بسيطة مش هتكلفني حاجة وانا كمواطن انا يجيلي الكلام ده ليه مش فيه خارجية مش فيه سفير مصر في بريطانيا مش فيه رئيس هي التنشيط سياحة مش فيه وزير سياحة مش فيه رئيس وزراء ما هو مش ده شغلهم ولا شغل انا مش فيه اية استعلامات فدلوقتي الجواب موجود في مجلس العموم البريطاني متوقع متوقع ان يتم تمريره من اعضاء مجلس العموم البريطاني وهيروح لرئيس الحكومة البريطانية مفروض ايه بقى مفروض اهو انا جبت كل حاجة جبت الاجتماع كان يوم الثلاث جبت النص البيان اللي رايح لعضاء مجلس العموم البريطاني مفروض رئيس هي التنشيط السياحة وزير السياحة وزير الخارجية رئيس لجنة السياحة في البرلمان وفود من رؤساء شركات السياحة اللي تضرروا من اقاف خط طيران لمصر واللي شرم الشيخ يسافروا بريطانيا ستة الصبح ياخدوا الطيارة يطلعوا على لندن يعملوا جلسة جوه مجلس العموم البريطاني يقولوا لهم اهتموا انتوا بتخسروا وانا بخسر انا بزيد وعيد في الموضوع ده ليه لاني لما بسافر الغرداء او شرم الشيخ او لؤسر او اسوان وتلتقي باخواتك المواطنين اللي بيعملوا في قطاع السياحة حلهم يصاب على الكفر حلهم صعب صعب شديد الصعوبة لما واحد يبقى راكب الحندور في اسوان ويقول لك الحسان ده لو انا هعمل 30 جنيه لازم اجيب له اكلته قبل اكلتي وصل للحال انه هو مفضل الحسان على نفسه اكل عيشه 4 مليون مواطن مصر بيعملوا في قطاع السياحة اتضربنا في قطاع السياحة العملة الصعبة والدولار قال علشان السياحة مش موجودة فانا ابو ناشد السيد رئيس الجمهورية مؤسسة الرئاسة المؤقرة ارجوكم اهتموا بالموضوع اللي انا بقوله ده وعلى اعلى مستوى نستطيع ان احنا في بحر ايام معدودة الحكومة البريطانية دي دبلوماسية المكوك فورا نسافر ونروح ونجب وفود ونثبت لهم وزارة النقل البريطانية بتقول مطار شرم الشيخ زي الفل اكثر امانة والخارجية البريطانية مدية المطار شرم الشيخ علامة خضرة تخيل انا عايزكم تعملوا ده فانا بنتظر اهتمام من مؤسسة الرئاسة خلاص انا غلب غلبي مش هناشد حد بقى ولا سياحة ولا خارجية خلاص انا عملت اللي علي علشان اللي 4 مليون مواطن مصري اللي متأسرين وهتابع الملف وهشوف اعضاء مجلس العموم هيعملوا ايه الاسبوع القادم هعمل كل الكلام ده هعمل كل الكلام علشان الصورة تبقى واضحة لحضراتكم الملف ده انا بعرضه اه على الشاشة اه على الشاشة هو الخطاب بالانجليزي طبعا بالانجليزي يعني هم يكتبوا ايه عربي واحنا ترجمناه الحمد لله نجحنا في ترجمته يعني اه ودي اسماء الموقعين اهو يعني صورة رسمية جايبلكم صور الجواب من اعضاء مجلس عموم في بريطانيا بيبعتوها لزميلهم النواب هل من مستمع وهل من مجيب في الدولة المصرية رحمة بالاربع مليون مواطن مصري اللي بيعملوا في قطاع السياحة لما تعد على شاب كده شغال في ايه فندق فانت بتقعد تدردش معه تجرب مشيق في اي حد تقول له مرتبك كان يقول لك مثلا 1500 جنيه طب دول بيكفوك يقول لك هو انا اساسك كان مفروض باخد تلاتة بس جي صاحب الفندق قرر مع الاحداث يصفينا يمشي خمسين في المية فاحنا اجتمعنا كلنا معاه وقلنا له لأ انت خفض ميزانية المرتبات خمسين في المية بس ما تمشيش حد ملا هيمشي ده خوك يعني هل انت تقبض التلات تلاف فخوك ما يقبضش جنيه فكأنهم قسموا المرتبات ده بيحصل ده بيحصل فاحنا لازم نحس بده ما ده جزء من هموم الناس ده جزء من هموم المواطن مش فارق معايا النهاردة بالمناسبة في المصر فاندي الا ان انا اتكلم على هموم الناس وعلى خبر السياح وروح بس لو نجحت ان انا حفز الحكومة والسياحة والخارجية بس انا قلت خلاص غلب غلبي وروح تليه الرئيس السيسي بقول له ارجوك هذا الملف يبقى هنا عشان الاربع مليون مواطن وعشان نرجع العملة الصعبة لبلدنا هنطلع فاصل ولا مكملين على التأمين الصحي يا شباب طيب طيب من كام يوم مجلس الوزراء اعتمد انا باعتبره اعتبره واحد من اهم مشروعات القوانين اللي صدرت في مصر يمكن في النص القرن الماضي للدرجات دي اه عارف ايه هو قانون ايه التأمين الصحي مش هتحتاج كمواطن تزل نفسك العزيزة لا الاعلامي ولا الصحفي ولا النائب برلمان عشان تتعالج على نفق الدولة ومش بحتاج تبيع عفش بيتك ولا تمدي ايدك لجمعية خيرية تخيل شفت انا باعتبره اعظم مشروع قانون صدر في مصر في النصف القرن الماضي اسمه قانون التأمين الصحي انا مريض انا كمواطن هدفع اشتراك سنويا في شرايح بقى قانون هيشرحها وليسه يتعرض في البرلمان بس مجلس الوزراء خلاص اعتمده هيروح لمجلس الدولة ومن مجلس الدولة على البرلمان اتمنى طبعا اقراره سريعا والحكومة بتاع ايدنا انه يتم تطبيقه في 2018 وهيطبقه في اول محافظة بورسعيد عشان عادة سكانها قليل هذا المشروع مفروض يكفل ليه كمواطن ادمية ادمية لها استلف من زميلي واعمل جمعية علشان الحقنة والدوى وفيروس ايه وقلبه وضغط وعمليات قلبي مفتوح شاف الله كل مريض ولا هتبعبش بي خلاص خلاص الستر وهو حق للمواطن على الدولة حق احد الحقوق اللي فرطنا فيها في السبعين سنة اللي فاتوا من ايام صورة يوليو تخيل اي مواطن في اي دولة في العالم خلاص يحصل له اي حاجة مارب بتاع مع الكرت انت النهاردة هتتعالج في احسن مستشفيات هتاخد الدوى مفيش مرض اسمه مش هيتم تأمينه لا كله داخل في التأمين الصحي في 23 مليون مواطن هيعجزوا عن دفع او سداد الاشتراك الحكومة اعلنت انها ملتزمة بسداد هذا الاشتراك ده النهاردة هننقشوف مع الدكتور محمد معيد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة جايب النهاردة دكتور محمد معيد ده من وزارة المالية نائب وزير المالية يكلمني على ايه الشق المالي في المشروع يهمني ايه مع البرلمان هيعتمد يهمني الفلوس بقى هتتوفر ازاي هتيجي منين في المصر فاندي للنهار هعود اتناول هذا المشروع واشرحه لحضراتكم لحد ما يتنفس بقولك احد اعظم مشروعات القوانين او القوانين اللي صدرت في مصر ان شاء الله هيعتمدوا البرلمان وهيعتمدوا في السبعين سنة اللي فاتح خدها مننا هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل بقية اخبار اليوم اللي حصلت النهاردة بس هنعرض فيديو مهم جدا عن مؤتمر الشباب اللي هيعقد في شرم الشيخ من 4 ل 10 نوفمبر القادم هذا المؤتمر هيحضره اكتر من 3000 شاب من مختلف انحاء العالم بعنوان منتدى شباب العالم هيحضره استاد رئيس الجمهورية عندنا شباب من رومانيا لبنان مورتانيا المكسيك تونس بلجيكا ايطاليا الجزائر كرواتيا فرنسا سوريا وفي عشرات الجلسات وشفت فيديو جميل ترويجي لهذا المنتدى عجبني قلت عرضه النهارده في المصرف عندي نشوفه ونطلع فاصل اشتركوا في القناة 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 اختفاء 10 مليار جنيه من تحت قبة البرلمان قرد كان مفروض رايح امته 500 مليون دولار يعني حوالي 10 مليار جنيه رايح لتنمية السعيد السعيد عندنا مشاكل كتيرة مهمل من سنوات كثيرة جدا فتم اعتماد قرد مفروض وصل الخزانة العامة للدولة منذ حوالي 14 سادة نواب السعيد كل يوم عمليين يتواصلوا مع الحكومة اخبار القرد ايه عايزين العشر مليار جنيه اهلينا في السعيد عايزين صرف صحيه عايزين مياه شرب عايزين عايزين لا حس ولا خبر هو ينفع واحنا في 2017 عشر مليار جنيه يختفوا وهم مفروض جايين لتنمية السعيد ولا نجد اي رد عليهم النائب المحترم خالد ابو زهد تقدم عن دائرة جيهينة بسوهاج ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال بيان ليه ضد كل من رئيس الحكومة من شريف اسماعيل وزيرة التخطيط دكتورة هلا السعيد بسبب دياء قرد بنك دولي مخصص لعمار السعيد هو بيقول هنا فين العشر مليار جنيه لان القرد لما جرى اعتماده وهيجي من بره ويدخل للحكومة المصرية السادة النواب بيقابلوا المواطنين في السعيد خلاص القرد جاي هنعمل مياه شرب هنعمل مدرسة هنعمل كهرباء هنعمل مستشفى عشر مليار جنيه تغير اكيد تغير حاجات كتير هذا النائب لم يجد ردا حتى الان طب مفروض يعني الفلوس جات خلاص هل الحكومة تصرفت فيها مزنوقة في ارشين بالنسبة للموازنة العامة للدولة اللي هي قرابة التريليون جنيه العشر مليار دول ولا حاجة يعني كأن بشكل بسيط كده انت معاك مئة الف جنيه فيه الف جنيه مش هيفرقوا معاك في حاجة بس في السعيد العشر مليار دول يفرقوا عشر مليار جنيه لتنمية السعيد يعني ايه العشر مليار مش بوجودة انا بضم صوتي واسئلتي اللي وجهها النائب المحترم خالد ابو زهاد الى الحكومة عايزين نعرف العشر مليار جنيه راحوا فين لسه البيان اللي قدموا سيادة النائب لم يجد ردا حتى الان في حاجات بتحصل بصراحة في البلد يعني الواحد بيندهش يعني احنا لسه من يومين كنا عرضين الاتنين اللي اختلسوا مليار دولار 18 مليار جنيه حاجات بتحصل كده عارف غريبة غريبة توقع التلدهش ده بتحصل امتى وفين وفي مصر يعني في مصر ازاي عايزة اتوقف وارجو السادة البسئولين برضو يقبلوا ده مني بصدر رحم الشباب في مصر احنا عندنا حوالي 65 مليون شاب عمرهم اقل من 35 سنة شباب دول فوادي تاني خالص ولا بيشوفوا اعلامنا ولا براميكنا ولا يعرفوا مسؤولينا ولا حكومتنا ليهم عالم تاني واحنا كلنا مقصرين في حقه وبنتكلم لغة مختلفة عن لغته مش عارفين نوصل للصيغة ده شباب عصر التكنولوجيا ده شباب اللي عايش عصر السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي عارفين بره اكتر مننا وبيتأثروا بكل حاجة بتحصل بره وغابت مر بيهم صورتين يزلزلوا اي بلد فما بالك بشباب في عمر الظهور الشاب من دول لما تيجي حتى تناقشوك ما بقاش فيه سلطة اوصية الاب القديمة انا ابني ابني نفسه لما اجا اقول له مثلا لا ما تأخرش ما تنزلي حاجات كده حوار بين اي ابو وابنه بقى بيقولي النهاردة قنعني مفيش حاجة اسبقى سلطة الاب المطلقة دي وبالتالي علينا واحنا بنتعامل مع شبابنا نتعامل بقدر كبير من الحذر مش بالعصى الغليزة من كام يوم الدكتور عباس شومان وكيل القصة شاف فيديو لمجموعة من الطلبة في احد المعاهد الازهرية بيرقصوا سلوك يتنافع مع التقاليد العامة اه مع قدسية الحرم التعليمي متفق بعهد مش مختلف طيب النتيجة اللي خدها دكتور عباس شومان ايه هل استدعى ابناءه لان دول بحكم ابناءه الى مكتبه عنفهم ارس ويد استدعى اهليهم استوعب ان الشباب دول ضايعين اساسا في حال الضياع احنا كجبار قلقانين من بكرة فما بقى لك الشاب ده هيتخرج يعمل ايه دكتور عباس شومان قفل على نفسه المكتب واعتبر ان الحل الناجع الناجع يعني اللي هو مفيش بعده هو فصل التلات طلاب اللي رأسه طب هل انت كده حلت المشكلة هل انت بهذا القرار حلت المشكلة انت كده طلعت تلات شباب الى الشارع مش فيه حاجة اسمها مراعاة السن اقولك حديث قدسي طالما انا بكلم وكيل الازهر حديث قدسي بفتكره دلوقت يقول فيه رب العزة ما معناه يعني اني اغضب على الشاب وغضبي على الشيخ اشد ربنا بيغضب من الشاب اذا اخطأ كذب سرق ولا عيزه بالله زانة اي حاجة لكن ربنا بيقولك وغضبي على الشيخ اشد لانه كبير بقى عيب لما تطلع منك العيبة مش احنا بنقول كده فهل لما الشاب يغلط هو انا بقولك بغلطش اروح فصله دبحه رميلي الشارع سألت لي تلافسك التلات شباب دول هيروحوا فين هيفرق معاك بقى ينضموا الجماعة ارهابية ولا يروحوا اي حتة هل هنا فيه فين الفلسفة الاجتماعية للعقوبة العقوبة هنا هي مفروض للتهزيب بهزب هذا الشاب اجيبه اناقشه يا ابني انت مش عارف ان ده مكان محترم ده مكان بتتلقى في العلم وانت حامل لواء الاصهر الشريف يعني لازم يعني تتخلق بخلق العلماء الدعوة يعني انت متخيلين ما حصلش فصل فصل فوري طب استدحي اوليائهم خلبوا يضربوا الامين اي حاجة يعني ايه لكن افصلوا هي دي الطريقة اللي بتعابل بيها مع الشباب هي دي الطريقة للتعبير عن رد المجتمع على اي فعل ياخدوا شاب النهاردة لا فرصة للحوار احنا اساسا قفلين كل منافس الحوار قدام الشباب فيش بقولك الشباب مفصول عننا ارجوكوا كاجهزة دولة اعرفوا خدوا مني المعلومة دي شباب في عالم تاني خالص 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 مش موجود من شهر طالب وطالبة عيال صغيرة عشرين سنة في جامعة طنطة خطبوا بعض فحب الولد الخطيبي احتفل بخطبته داخل الحرم الجامعي واصحبه ملمومين والكلام فرأسه وهياصه والكلام ده والولد الخطيب راح حاضن البنت اللي هي خطيبته دي وبسها فعل يتنافى مع تقاليد الجامعة اه يتنافى الجامعات المصرية اه ده ما ينفعش يتعمل فيها طيب ما كان من مجلس جامعة طنطة الا انه عمل اي بقى برضو فصلهم هو مفيش في قانون عقوبات او اللواح التقديبية لطلبنا لشبابنا الا الفصل مفيش حاجة اسمها التنبيه ارصة الودن حرمان فصل الدراسي غرامة يعني حاجة بهذا الشكل استدعاء ولي الامر ده انا بقولك شباب 18-19 سنة يعني قانون الامم المتحدة للطفولة بيقولك الطفل من سن يوم لحد 18 سنة الطفل قانون الطفل العالم طب احنا عملنا ايه بعتنا اتنين كمال للشارع دي الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها مع ولادنا ابنك رجع ضرب سجارة حشيش بص انا جايبلك من الاخر فانت روح تطرده من البيت وقلت له ولا شوف وشك تاني خلاص انت مش هتشوفه بقى بدور عليه بقى في كهوف طريق الوعاد مع الارهابيين هو انا بقولك اللي عمله ده صح ابدا بس هي دي الطريقة اللي انا بتعامل بيها مع ابني ولا اعود معاه واشرح له وفهمه وده غلط مش ده سن الشباب مش ده سن المراقة لماذا نتعامل بغلزة وقصوة مع اولادنا ليه الشباب بقى غاضب من المجتمع بقى غاضب من الكبار غاضب انا بشوف حاجات غضب كبيرة جوا نفو الشباب ارجو 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 من السادة المسئولين كان نمازج يعني في جامعة طنطة وفي الاثر الشريف دكتور عباس شمان مراجعت قرارتهم والاصل بالاصل ان احنا ناخد ولادنا ونشرح لهم ونفهمهم مش ان احنا نفصلهم صح ولا غلط هطلع فاصل وبعد الفاصل هيكون يشرف لي دكتور محمد معي نائب وزير المالية وحوار حول الحكومة هتدبر فلوس التأمين الصحي منين قانون التأمين الصحي اللي انا شرحته من كم دقيقة فهنعرف تفاصيل كم لكن هسيبكم في الفاصل تشوفوا النهاردة تقرير من المصر فاندي ذكرى ميلاد الراحل المخرج العظيم محمد خان عملنا له في المصر فاندي هذا التقرير وبعدين نطلع فاصل وبعدين يشرفني الدكتور محمد معي يقولون دائما لكل مبدع اترك خلفك كتابا ولا تترك مقالا ولا رأيا فالكتاب يعيش اصنع فيلما ناجحا خيرا من حلقات مسلسل فالافلام طويلة العمر لكن محمد خان الذي رحل عن عالمنا في يونيو من العام الماضي وتحل اليوم ذكرى ميلاده ترك خلفه ميراثا من الافلام بعضها محفور في ذاكرة السينما ضمن افضل من انتجته على مدار تاريخها الطويل وكتابين عن السينما عشقه الاول والوحيد ولد خان في مثل هذا اليوم لعام الف وتسعمائة واثنين واربعين لاب باكستاني وأم مصرية حمل جنسية والده ولم يحصل على الجنسية المصرية الا بقرار رئاسي اصدره الرئيس السابق عدلي منصور عام الفين واربعة عشر ورحل عن عالمنا فجر السادس والعشرين من يوليو لعام الفين وستة عشر يعد خان واحد من ابرز مخرج المدرسة التي يصفها النقاد بالواقعية الجديدة بدأ خان مشواره السينمائي بفيلم دربة شمس عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين أولى تجاربه الروائية الطويلة حرص على إخراق فيلم في كل عام وبعد اختفاء عن الساحة لست سنوات عاد خان عام الفين وواحد بواحد من أهم الأفلام السياسية المصرية أيام السادات قبل أن يعود إلى الواقعية مرة أخرى بأفلام بنات وسط البلد وفتاة المصنع وأخيرا قبل زحمة الصيف الذي أخرجه قبل رحيله بأقل من عام ثلاثة وعشرون فيلما قدمها الرائع محمد خان حصد أغلبها جوائز مهرجانات السينما في مصر وخارجها وكان آخرها فتاة المصنع الذي حصد أكثر من خمس عشر جائزة داخل مصر وخارجها بعد الفاصل الدكتور محمد معيت نائب وزير المالية الجديد لشؤون الخزانة العامة حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير من كلية التجارة بجامعة القاهرة ودرجة دبلو مدرسات العليا وماجستير العلوم ودرجة الدكتوراه من جامعة سيتي بلندن يعمل بالتدريس بجامعة القاهرة وعدد من الجامعات في مصر وخارجها شغل منصب مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية والمسؤول عن ملف التأمينات تولى منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية والقائم بأعمال رئيس الهيئة ثم انتقل للعمل كمساعد أول وزير الصحة للتأمينات شارك بدور فاعل في إعداد قانون التأمين الصحي الجديد وكان المسؤول الأول عن إعداد الدراسات الاكتوارية ومنظومة استدامة التمويل لنظام التأمين الصحي يرى الدكتور محمد معيد أن التأمين الصحي الجديد سيغطي كل المصريين وعددهم نحو قرابة المئة وأربعة مليون مواطن وأن الحكومة ستتكفل فقط بالأسر الأولى بالرعاية ومحدود الدخل في قانون تأمين الصحي الجديد اللي الحكومة اعتمدته هيروح لمجلس الدولة ثم البرلمان السؤال الحكومة هتضبر لنا الفلوس دي منين أنا عارف أن أنا كمواطن هدفع اشتراك طب الباقي هل الحكومة مستعدة لحجم الإنفاق الكبير ده تكلم في شعب تعداد ومئة مليون بتكلم في تمويل كل حاجة في المنظومة الصحية كشف عمليات أدوية ولا الحكومة هتيجي في وقت تقول جاي أنا مش قادرة طيب مجهزة بدائل هتجيب منين وإحنا عارفين إن إحنا عندنا عجز في الموازنة كبير مش قليل حوالين نقطة الفلوس في قانون التأمين الصحي الجديد بيشرفني الدكتور محمد معيد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العام أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك في البداية فكرة إن الحكومة فعلا هتنفذ أحد نصوص الدستور اللي هي كفالة تأمين صحي شامل للمواطن ده في حد ذاته إنجاز لكن عايز أضمن كمواطن إن أنا هاخد فعلا خدمة حقيقية صحيحة وإن الحكومة هتبقى ملتزمة بسداد دورها أو واجبها في كفالة الرعاية الصحية ليا إزاي ده هيحصل وأنا كل يوم كمواطن عمال أقرأ الحكومة بتعاني عجز مالي جديد بتقترض من الداخل والخارج هو النظام الجديد قائم على نظام زملاء مالية بعيدة عن موازنة عامة للدولة مالوش علاقة بالموازنة عامة للدولة؟ نظام موارده بتيجي من مصادر التمويل المحددة في القانون دور الدولة ودور الخزانة العامة للدولة هو تمويل غير القادرين بس تمويل غير القادرين إحنا عندنا 23.5 مليون غير قادر يعني ربع الشعب 35% من الشعب 35% انت النهاردة من الخزانة العامة للدولة بتطلع موازنات لمستشفيات 60-70% منها بيروح مرتبات واللي بيصرف على الأدوية والحاجات الضرورية ممكن يكون يعني مستلزمات السلعية والخدمية والكلام دوت 20% وما إلى ذلك حررتك تتكلمني على موازنة وزارة صحة أنا أكلمك على موازنة مستشفيات موجودة في مدريات الصحة موجودة في تابع المدريات الصحة في المحافظات أكلمك على مستشفيات موجودة في جهات تابعة لوزارة الصحة عندنا هيئة المستشفيات والمعهد التعليمية عندنا المؤسسة العلاجية عندنا المراكز الطبيعي المتخصصة عندها مستشفياتها عندنا هيئة العمل للتأمين الصحي عنده مستشفياته بالإضافة إلى أنك أنت عندك 27 محافظة كل محافظة فيها مدرية صحة تتبعها لعديد من المستشفيات العامة والمركزين كل ده وحضرتك بتحط الموازنة ده بيكلف الدولة إيه سنوية يعني أنا النهاردة لو بتقولي الموازنات اللي رايحة أو الموازنة اللي رايحة للجهة دي في حدود 55 مليار جنيه 55 مليار الدولة كده مع القانون الجديد مش هتدفعهم بقى لا يعني أنا الدولة مع القانون الجديد هتدفع بس هتدفع ليه هتدفع ليه الأعداد من السكان الغير قادرين هتحول يعني لو افترضنا أن نسبة الاشتراك للفرد أو مطلوب اشتراك عن الفرد 1300 جنيه إذن الدولة هتشوف عدد الغير القادرين 20 مليون 30 مليون وتضرب ده وتحوله للنظام الجديد لكن مش هتدفع بقى زي النظام القديم للهيئات العلاجية لأن الهيئات والمستشفات دي هتبقى ضد هتبقى من المنظومة النظام قائم على تكوين 3 هيئات هيئة اسمها هيئة تمويل وشراء خدمات أنت حضرتك عاوز علاج تفضل روح للمكان اللي أنت عاوز تاخد فيه العلاج المكان ده حاجة من 3 يا إما داخل الهيئة رقم 2 أو جزء من الهيئة رقم 2 لهيئة الرعاية يا إما أنها مش جزء منها لكنه متعاقد أنه يقدم الخدمات يعني المستشفات الجامعية لن تكون جزء من الهيئة رقم 2 تقدم في الهيئة الرعاية لكنها هتتعاقد مع الهيئة بتاعت التمويل أنها تقدم الخدمة فأنت حييتك تقول والله أنا عاوز أروح عن شمس التخصصي عن شمس التخصصي شمعتك كويس خلص اتفضل روح عن ده عن شمس التخصصي معك الكارت بتاع حضرتك بعد كده هم هيبعتوا الفطورة وهيحسبوا هيئة التمويل لأنه الفكرة بتاعت النظام قايمة على أنه نظام بيمول شراء خدمات لا يقدم خدمات طبية إنما يمول شراء خدمات فصل ما بين فصل ما بين التمويل والخدمة خدمة الموات الحر يروح ياخدها في القطاع الخاص يروح ياخدها في مستشفيات الجامعية يروح ياخدها في مستشفيات الشرطة يروح ياخدها في مستشفيات الجيش يروح ياخدها في مستشفيات خاصة كله متحلي كله هيبقى متحلي بس هنا بنفرق ما بين حاجات بقول حضرتك في مستشفيات هتبقى في الهيئة الرعاية عندي مثلا قد تكون أنا مش فاكر الرقم بالزبط 600 مستشفى أكتر أو أقل موجودين في المدريات الصحة وموجودين في الهيئات وما إلى ذلك كل ده تدريجيا هيبقى في هيئة الرعاية ده رقم واحد رقم اتنين مستشفيات مش موجودة في هيئة الرعاية ولكنها متعقدة مع النظام انها تقدم الخدمات الطبية وهنا برضو حطينا قلية لضمان الجودة وهي عدلة التسير يعني ما ينفعش اللي تبقى الحاجة دي تكلفتها وها مش ربحها ربعمائة جنيه وتقول لي لا انا بافرض عليك متين ما انا مش هقدمها لك او هقدمها لك بجودة مش كويسة وعشان كده القانون فيه نصوص يعني ان شاء الله بإذن الله تكون بإذن الله يعني بتساعد على ضمان ان الجودة مستمر كمثال قالية التسعير بتاعة الخدمات الطبية قالية التسعير الهيئة دي هي اللي بتسعر لا ولا نقابة الأطباء ولا اي دلجنة قومية مسؤولة عن تسعير الخدمات الطبية فيها ممثلي ومقدمي الخدمة من القطاع العام اللي هي هيئة الرعاية وفيها ممثلي ومقدم الخدمة من القطاع الخاص وفيها مستقلين لا ينتموا الدول ده لكنهم متخصصين في تسعير الخدمات دولة زي لجنة قومية هي بتسعر سعر عادل يضمن الجودة ويضمن هامش معقول علشان في النهاية أنا عاوز كله يتنافس في سبيل تقديم خدمة رعاية طبية للمواطن مصري بسعر عادل بما يرضي الله يبقى السعر ده يضمن الجودة وفي نفس الوقت يضمن أن اللي بيقدمها قادر يستمر فيبقى حاجة من الاتنين يا إما مقدم الخدمة دي موجود ضمن هيئة الرعاية الطبية اللي هي زراعة الدولة يا إما أنه هو لا مش جواها ولكنه متعاقد يا إما أن حياتك روحت المكان ما هواش متعاقد يبقى فيه عملية الاستعادة يعني حضرتك اعمل اللي انت عاوزه بعد كده هاتفواتيرك ابعثها للنظام النظام هيرجعها ولك قادي كذا 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 اتفضل ليه لأنه ممكن حياتك تختار مستشفى فيها الخدمات الفندقية عالية وخدمات حياتك غير الخدمات الطبية الخدمات الطبية لابد أنها تكون متساوية في الكل ما احنا بنقول نظام جديد وبجودة وما إلى ذلك فالخدمات الطبية متساوية إنما فيه خدمات فندقية أه لا ده انت بقى حياتك اللي مختار بقى خدمات فندقية فدي الحتة الزيادة دي بتاعتك انت مش بتاعت نحن يعني هيسيبوا ليه المواطن حرية اختيار ونصف القانون المواطن لها حرية اختيار مقدم الخدمة ده نصف القانون وعشيكي بروحيتك أنا فصلت الخدمات التمويل هيئة تقديم الخدمة هيئة وفيه هيئة رقابة هيئة مستقلة كل ده برعا إنه نقدر اشتكيها بعد ما تلقى الخدمة حضرتك مفيش مستشفى هتخش في النظام ده قبل ما تكون استوفت المعايير اللي حطها هيئة الرقابة وتقدم لها تقول لها تعالى تفضلي أنا استوفيت المعايير اهو وفقا لبرنامج هيوضع في الحالة دي بيرخص أن دي مؤهلة للدخول في تقديم الخدمات الطبية في هذا النظام الهيئة التالتة دي بتاعت الرقابة تروح ترائب وتتأكد وكل شوية إذا ثبت لها إن الجهة دي ملتزمتش من حقها بقى أنها توقع عليه عقوبة مخلفة توقفه تديله تعيزار كل مستشفيات الدول القطاع الخاص تحت دي هتبقى مشتركة في ده مع الدهاج بديل هيبقى من مصلحتها ليه لأنه فيه جهة ذات ملاءة مالية قوية كبيرة تستطيع أن هي تبعت لك ناس ياخدوا الخدمة من عندك زباين يعني يبعت لك زباين فأنت بمصلحتك أنك تجيب زباين طيب اشتراكك مواطن بقى ثابت يعني كل المواطنين هيدفعها 1300 ولا فيه أنت عمل درجات أنا ما قلت شراء قيمة ما قلتش قيمة خاصة لا متواء يعني حل حل لا يعني هو أولا أولا نقسم المجتمع تلات فئات نعم فئة لن تستطيع أنها تغطي تكلف لا يعني ما عندهاش غير قادرة فالدولة ستتحمل عبقها بالكامل خلاص وفئة تانية طبقة الوسطى آه هتساهم يعني على قد مرتبه ده وخباهتك يعني مثلا هو طبعا نسب الاشتراكات واحدة للكل معادة غير القادرين مش مطالبين بحاجة وخباهتك لكن نسب الاشتراكات كنسبة مقوية هي واحدة نسبة مقوية من إيه؟ من الدخل نسبة مقوية من الدخل يعني إيه حد أقصى؟ يعني أنا كرجل أعمال دخل شهري 100 مليون جنيه نعم بس أنا بقولك يعني مش دخلك بمعنى أنه أرباحة لا يعني أنت ليك مرتب في الآخر أنت بتشتغل وليك مرتب وخباهتك زي بالزبط كده لما حضرتك بتقول إيه؟ أنا بشتغل في المكان الده آخر الشهر بأبض مثلا إكس القيمة دي فلو النسبة واحد في المية بواحد في المية تضرب في إكس ده وخباهتك فعشان كيف أقول حكي الشريحة التانية ده اللي هي الغالبية العظمة بتاع مجتمعنا اللي هو ممكن في حدود 4000 سبعة تلاف تلات تلاف خمس تلاف سبعة تلاف شهريا شهريا مرتب فالبضرب فيه الواحد في المية الواحد في المية الواحد في المية وخباهتك هو كمواطن إنما هنا بقى الزوجة والأطفال وده ميزة برضه في القانون ده إنه مدخل طبعا الزوجة والأطفال أيوة يعني أنت عملت قانون تأمين ملاش أقول اللفظ ده أنت عملت نظام تأمين صحي سنة 64 بداية التأمين الصحي في مصر سنة 64 بقرار رئيس الجمهورية بس قلت مين اللي يخضع ليه حضرتك فقط الموظفين بالدولة العاملين لدى الغير أي ما يكون بقى الدولة أو قطاع العامة أو قطاع الخاص طب والعامل لدى نفسه طب والعامل صاحب العمل لا يخضعش طب والعمل المسلم المنتظم ما تخضعش طب والمصريين اللي بيعملوا في الخارج ما يخضعش طب أولادي العامل برضه ما يخضعش قانون ده بقى جي قالك لا إحنا كلنا نخضع ولما تيجي حاجتك تاخد التغطية مش هتاخدها لوحدك هتاخدها ومعك أسرتك هتاخدها ومعك أسرتك والزوجة يا إما ما بتشتغلش فلازم حاجتك هتبقى التغطية من خلالك يا إما بتشتغل فهي وقد التغطية من خلال مكان عمال فبرضه ده تغيير جزري لكن هرجع تاني للسؤال حياتك بدأت بيه مصادر التمويل حددناها في ثلاث مصادر اشتراكات دعم الخزانة العامة للدولة ومصادر أخرى طب لحظة دعم الخزانة العامة للدولة اللي هي سداد عن غير القادرين مصبوطة ولا هتدي نفحة زيادة لا سداد غير القادرين فقط سداد غير القادرين سداد غير القادرين والدراسة الاكتوارية اتعملت على هذا الأساس أن الدولة ستتحمل الأعباء ربا تعدد تقريب خلينا نقول 30% plus or minus تعليم يعني خلينا ومصادر أخرى للدخل زي إيه خلينا نقول مصادر أخرى زي إيه يعني مثلا النهاردة في نص جنيه على كل علبة سجار النهاردة مثلا بتجيب إراد ما يقترب من 2.5 مليار جنيه لنظام التأمين الصحي الحالي فتروح فهنبدأ نقول إنه فيه حاجة على 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 السجاير هتروح مثلا فيه حاجات مرتبطة بالتلوس أو مرتبطة بزيادة معدلات الإصابة بالأمراض أو مرتبطة بزيادة معدلات عب النظام يعني كحوادث كل الكلام ده اللي هو يعني إنها هتجيب إراد إضافة بالإضافة إلى إنه طبعا لو النظام ده عنده أي فوائد في أي سنة النظام ده وقت هيستسمره هيجيب عائد استسماء بالإضافة إلى حاجة تانية مهمة برضو كل ده من ضمن المصدر التالي إن حضرتك أحنا بنخاف من أي نظام تأمين صحي في العالم بيخاف من إساءة استخدام النظام وعلى فكرة مصر مرت بهذه الإساءة لما كنت بتاخد بعض الناس يعني بياخد الفاتورة ويروح الصيدلية يستبدل الفاتورة بشامبو مش عارف إيه بتاع مصر عاشت الكلام ده وده موجود ما هوش خاص بينا ده موجود في أي دول العالم أي نظام طبي بيخاف من إساءة استغلال النظام وخبحتك خاصة ما تبقى الحاجة إيه يعني إيه كلها ببلاش وخبحتك فخلص ببلاش فهنا لابد إنك تكون لك سيطرة على هيتعمل إيه على الإنفاق فبسأ أجي أقولك إيه والله إيه ده بمية جنيه ده فاتورة الدواء دي بمية جنيه أو فاتورة البتاع دي أو التكلفة دي بمية جنيه حيثك معلش الديني خمسة جنيه سبعة جنيه عشرة جنيه ديني نسبة ديني نسبة وخبحتك علشان مش مش هشتجيب لإيراد علشان أمنع إساءة استخدام إلا في الحالات اللي لا مفهاش إساءة استخدام يعني أمراض مزمنة عملية عملية مش عاب أمراض مزمنة أورام مش عارف دي مفهاش لا يبقى ده ما أخدش منك حاجة لأن دي مفهاش أي إساءة استخدام للنظام أو كده ده واحد مريض لأنه ده مرض مستعصي أو كذا أو كذا فالمصادر التمويل التلاتة دولت مع بعض ويمكن إحنا لما يعني تم عرض هذا النظام فكان التوجيه يتضمنوا ملاءة مالية لهذا النظام من الديوان يا ما تعملوا هم من أول لأنه ما ينفعش يتفتح وبعد شوية تقفلوا عشان ما جبتلوش إراءة بعد الفاصل حيكم لضيف الكريم دكتور محمد معيت إزاي يضمنوا ملاءة مالية مستمرة لهذا النظام مش معقولة نفتحه النهاردة لا قدر الله ونقفله بكرة الإجابة بعد الفاصل في قانون التأمين الصحي الجديد اللي مجلس الوزراء اعتمدوا ولسه يروح البرلمان بعد من مجلس الدولة السؤال كيف نضمن استمرار هذا العمل بقانون التأمين الصحي الجديد مش إحنا نبقى فرحانين ومشتركين وبعد سنتين ثلاثة يقول لك المشروع فلس مفيش فلوس الكلام ده الإجابة عند ضيفي قال كريم دكتور محمد معيت نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العمل هتجيه هتضمنه إزاي هو طبعا ده كان أهم سؤال وعلى فكرة يعني عاوز أقول لحياتك إنه كان هناك محاولات عديدة لتقديم هذا المشروع أو هذا النظام من سنوات طويلة يعني تقترب للخمسناشر السنة لكن الإجابة على السؤال ده هو اللي كان دايما بيعطل إحنا فيه الدراسات العلمية اللي بتشتغل على هذا الكلام اللي بيسموها الدراسات الإلكتورية لحساب الملاءة المالية لاستمرار النظام أو قدرة الدظام المالية على الاستمرار بالفعل إحنا مع نظام بتقول لا النظام مش هيقدر يكمل سنتين ثلاثة فبدأنا نعيد ترتيب الشكل المالي بتاعه مصادر التمويل علشان نشوف مع كل مرة بنغير فيه مصادر التمويل هتودينا لفين مع النظام ده إلى أن وصلنا إلى تركيبة في التمويل هي دي اللي تضمن لنا إنه لما أفتح النظام ده لغاية مغطي جمهورية مصر العربية النظام لديه من الأموال الكافية لضمان مش بس الملاءة المالية لا وتحسن الجودة باستمرار ليه؟ لأنه النهاردة لما تيجي تقول إنه أنا في التأمين الصحي الحالي فيه كم مليون مشتركين في النظام ده خلينا نقول 55 مليون خلاص؟ طيب هو ميزانيته قد إيه؟ خلينا نقول إن ميزانيته مثلا آآ 8 مليون سوري 8 مليار طيب 8 مليار لو أسمت 8 مليار على 55 مليون اللي هم الموجودين ميزانيته 8 مليار والأعداد اللي هي مشتركة في النظام أو مسجلة في النظام 55 يبقى أتكلم في المتوسط إيه؟ هتكلم في المتوسط مثلا 120 جنيه فكأنه كل واحد له 120 جنيه النظام الجديد ده لو بيفتح بكرة كل واحد 1300 جنيه فبتتكلم في تقريبا 11 ضعف ده مؤشر على إن بنتقل من جودة إن الواحد له 120 جنيه إلى واحد هيبقى له 1300 جنيه بمعنى بمعنى خلينا ناخد 10 مليون لو 10 مليون في 120 جنيه لو 10 مليون في 120 جنيه يبتتكلم في كم؟ بتكلم في متوسط في 10 مليون في 120 فبتكلم في واحد واثنين من 10 مليار ماشي؟ نعم لكن لو بتكلم في العشرة مليون دولت في 1300 يبقى بتكلم في 13 مليار لما عالج 10 مليون بواحد واثنين من 10 مليار ولا عالجهم ب13 مليار فرق خلاص؟ نبقى الخدمة هتبقى أفضل دي نمر واحد نمر اتني لما أجي أقول النظام ده بقولك لو هفتحه بكرة ب1300 في المتوسط لو مشي كم سنة قدام هذا المتوسط هيتزايد إلى أن يقترب من 5000 جنيه متوسط اللي عندي عالج بي فرق طبعا العلم بقى يعني مفروض النسا عندي 10 مليون بغطيهم اللي هو العلم بيقول معدلات الأمراض ومعدلات الإصابة ممكن يبقى نص مليون ممكن يبقى مليون ممكن يبقى مليون نص مش العشرة إذن في المجمل أنت ترى أن هناك تغطية أفضل من نظام التأمين الصحي الحالي لأسباب متعددة أول سبب فصلت حوكامة بقى اللي بيسموها فصلت التمويل عن تقديم الخدمة عن الرقابة عليها نعم نمرة اتنين وفرت التمويل اللازم ليه أنه مش في ظل عجز دائما أنا عايز لا لا التمويل موجود رقم ثلاثة رقم ثلاثة أنه لازم النظام يشتغل على عوامل محددة ومعروفة بنية تحتية ونظم معلومات ولوايح مالية تجذب الأطباء والتمريض وما إلى ذلك لوائح مالية وإدارية وما إلى ذلك ونظم بتعمل باستقلالية وبتعمل بتحقيق أهداف وما إلى ذلك كل الكلام ده يعني أنا برضو بقول أن فرصة إن شاء الله بإذن الله لما القانون هيروح للبرلمان هيبقى القانون متاح يتمع لعليه مناقشات ويتبص على الجميع طب عندي أسئلة سريعة هحتاج على أجابات قصيرة أول حاجة بدء العمل بالنظام تقديرا إمتى ستة شهور من تاريخ إقراره من مجلس النواب العام القادم أعمل لبعده لو مجلس النواب أصدره في يناير يبقى يعمل به في يوليا 2018 أول محافظة هيتم تطبيق القانون فيها بورسعيد لماذا أولا كان هناك معايير لاختيار البدايات أنا النظام ده عاوز يبقى في بنية تحتية في نظم معلومات بتتبني في نظم ولوايح في هيئات بتتكون فلازم أعمل البداية تطبيق النظام ده في مكان بمواصفات معينة عدد السكان يكون مش كبير ما يكونش براها قرى ومدن كتيرة يعني أنت حطده معايير للمعافظة الأولى هي معافظة واحدة اللي هنبدأ بيها ممكن يعني بورسعيد محطود بعدها يعني احنا هناخد منطقة القناة فعملية الأرض إيه اللي هيحصل على الأرض ومدى جهزيتي وسرعيتي في التغيير على الأرض في النظم والبنيا التحتية وفي وفي الكوادر وفي الاستثمارات وفي الكلام ده كله هتساعد في السرعة في فين أنا خش محافظة التانية فاصل الزمن بين كل محافظة والتانية يعني أنتوا هتغطوا الجمهورية بعد ده يعني إحنا بنقول إنه النظام ده تكتمل تغطية المئة مليون أو أكثر على مستوى الجمهورية في خلال 15 سنة 15 سنة طيب أنا كمواطن هكون جاي بعد 15 سنة هعمل في نظام قائم النهاردة وفي برامج النظام القائم النهاردة ده شغال اللي هو نظام التأمين الصحي الحالي شغال وفي برامج عندي برامج النهاردة موجودة شغالة لعلاج على نفقة الدولة علاج للقادرين المرأة المعيلة التأمين على أطفال دولة السن المدرسة وأطفال المدرسة يعني هذي النظم تستمر تستمر العمل لحين تخطية. فالتاني يعني النظم الموجودة حاليا شغالة. والنظام دوت بيكبر لانه بيخش على محافظات يضم كل الناس اللي في جول المحافظة دي. وبالتالي خلاص بقى مش هيبقى عندي بقى جول محافظة اللي ضمتها دي. لعلاج على نفق الدولة ولا بتاع كله. لانه كله خلاص تضم في النظام. مش شايف ان خلاص سنة كتير. على فكرة. ولا ليها سبب. على فكرة. نعم. لما احنا درسنا كل الدول اللي هي دخلت في نظام التغطية الصحية الشاملة. في دول واكثر مننا اه وضع اقتصادي. خدت خمسين سنة وستين سنة. مم. وفي دول اه يعني زي بقوله ده هتتجامد خلاصته في اتناشر سنة. لكن ليوجد دولة في العالم خلاصته في اقل من عشر سنين. ما ينفعش. حتى الصين. حتى الصين. لا الصين انت بتكلم في مليار ونص ناسة ما يعني. حتى جلوب اه اه كوريا الجنوبية. حتى تايلاند. حتى تونس. اه كله. حتى تركيا. يعني كل الدول خدت خدت ما بين عشرة. بعضها امتد لعشرين سنة. واذا ضرت العجلة لا يمكن لاي مسؤول في البلد انه يوقف هذا النظام. ان شاء الله باذن الله لا. ان شاء الله ده قانون يعني عاوز اقول حاجة. قانون اه نظام التأمين الصحي القائم النهاردة. اللي صدر بيه قرار رئيس الجمهورية سنة اربعة وستين. ما زال قائم بعد تلاتة وخمسين سنة وشهرها. لينا علينا تحفظات. لكنه نظام وقائم وموجود. فوق بمجا. وبالعكس. ده كان بقرار رئيس الجمهورية. وعلى فكرة. انا عاوز اقول حاجة. مصر النهاردة لا يوجد لديها قانون تغطية صحي. شاملة. ليها في قانون التأمينات الاجتماعية باب اسمه باب تأمين المرض للعاملين لدى الغير. وبعد كده انت عملت بقى حاجات بقراراته بقوانين. مش عايف اغطي المرأة المعيلة. اغطي طفل دولاسين للمدرسة. مش عايف. لكنك ما عملتش قانون للتغطية الصحية او للتأمين الصحي للمواطنين المصريين كلهم. ده اول قانون. ده اول قانون. شامل جامع. بيقول احنا كلنا كمواطنين خضائين لهذا نظام. ولكن لديه الحرية عشان يستجيب لرغبات. لان حضرتك عاوز تتعالج فتاة يستجيب لرغباتك. انا مسلا هتتعالج هنا بيستجيب لرغباتي. فالقانون من المرونة ان هو يلبي طموحاتنا فيه. تغطية صحية شاملة. لينا كلنا. عشان نبقى كلنا مغطين تضخط المرض والاعباء المالية المترتبة عليه. وفي نفس الوقت بيستجيب لرغبات كل واحد. كل واحد عاوز بوضع معين. لا بسي. وفي نفس الوقت فيه ناس عندها نظم ومبسوطة فيه ومرتحة فيه. القانون بيسمح لتلك النظر. يعني انا انا عضو انقابة كل ده. بس تحت الامبريلا بتاعت هذا النظام. نعم. الشامل. انا في نهاية لقائي بشكر ضيفي الكريم. آآ دكتور محمد معيت نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة. آآ كان ضيفا شارحا لكل ما يتعلق بالامور المالية لقانون التأمين الصحي الجديد. لسه البرلمان هينقشوا. بشكر حضرتك. شكرا. شكرا. حلقة انتهت معاك. وبكرة حلقة جديدة ان شاء الله من المصر فاندي الساعة 10 بالليل. السلام عليكم.